موسيقى موسيقى ناصر الدين زيان على أساس أن تم الاعتقال دياله في 15-4 بأن على قرار ديال السيدة قضية التحقيق وأن الفصل يستوى بين القانون المصدر الجنائي يعطيها 30 يوم الشهر لا يجوز للمدة الاعتقال الحسياتي أن تتجاوز شهرا واحدا وستنائدة ظهرات حواجة ممكن تلك تمدد بأمر معلال هذه الفترة لنفس لنفس الوقت مرتين واحدة ومرتين تانية ولكن بدأت رمشي 3 شهر عند الحق في شهر 15-4 كان لود خصو في 15-5 مودير سينجي يقول 16-5 المهم ماشي على نهار أو لجوج نهار نهار ماشي على ما نتاكروش على 15-15 ولكن 16-5 على الأقل كان يخصو يكون بره لأن سلس شهر دياله قد يتحقيق ما أخذتش لأنه في 15-15 خمسة القرار ديال التمديد ما أخذتش لأنه كان يخصو يخرج ومشاتي حتى الـ 20-5 عاد كتدي القرار ديال التمديد ديال الوضعيات ديال الوضعيات الاعتقال واش كان يدير ما بين 16-17-18-19 وحتى 20 خمسة يام كان يدير عندك وديره ووخده أمر بالإيداع في السيجن وكتأمر المديرية السيجن وكتأمر لديك نصر الدين إلى أن يصدر أمر يغير ذلك والمشريع يقول لك 30 يوم أقول له خلي عندك 30 يوم إلى حين تمديده وإذا لم أمدته ما تلقه؟ المشريع البرلمان يقول لك 30 يوم تقول له خلي عندك سنقرر أنا ما كنت ما لديك شيء تعليل حيث أن فترة الاعتقال يأتي على وشك الانتهاء ببعض على وشك الانتهاء ليس كتأمر المشريع ومن بعد ما هو السببب لك تخلي الناس في الحبس خاوي مالف خاوي أصنعتي الكمامات ما أصنعتي الكمامات باعتقال أقلتي فلان فلان صيفت لك الواتساب تصلتي بفلان أتخار بيقى الخاوي يا واحد السيد يجي مراكز ما عشتكم غايكون الكل شيء غادي معه البوليس والنياب العام والقاضاء التحقيق كل شيء ديره خاطره ما عشتكم غايكون هت السيد وان بينا كان شكوف في حويش حلاش المهم مراشي حد ما عارفين هو شكون وكي معنيش الحجة ما نقولها لكمش هاكي الحسابات السياسي انا فى المحضر ديا الناصر الدين زيان كان بالحورف العارضة بين قوسين لإشارة الى محمد زيان المحمي دي الرباط وانهو ابن احد اكبر المحمين فى المغرب ايوى بدى طوكا كنشكر بضبط بداع تتعرف النخيب زيان اكبر محمين فى المغرب ادي كنشكرو فيها ولكن لكي لاش كاذج بالتسمية الزيان فى حال المحضر اللي هو ما عندوش علاقة به علاش علاش وتقول يا ما شي سياسية خلاص كل شي فهمه